بالعودة مشاهدين إلى المبادرة التي أطلقتها الحركة الإسلامية ينضم معنى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايل أهلا بك سيد مراد هل جاءت مصادفة بأن تطلق الحكومة وجبهة العمل الإسلامي مبادرة تتحدث عن الإصلاح السياسي؟ الحقيقة اليوم الأردن يواجه ضغطات شديدة ومحاولة لثانيه في موقفه السياسي المتمسك بالقدس والأقصى والمقدسات وخطوطه الحمراء في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في القضية الفلسطينية ورفضه للوطن البديل والتوطين هذه الحقيقة الأمر يتطلب جبهة داخلية متينة وهذا تمتيل الجبهة الداخلية يحتاج إلى توافق وطني عام عريض على كل القضايا التي هي مدار الحديث والحوار الداخلي في الأردن ومن هنا اليوم نطلق هذه المبادرة طلبا من القوى الشعبية والسياسية والحكومة والجميع القوى الجهات الرسمية والشعبية أن تتوافق على حلول الخروج من الأزمات سواء الأزمتنا الاقصادية أو أزمتنا السياسية والاجتماعية ليكون قدرة الأردن على مواجهة هذه التحديات هي فعليا قادر على هذه الضغوطات هل ما تطلقه الحكومة غير كافي؟ الحقيقة الحكومة تتحدث في الجزئيات ونمط الحوار الذي تطلقه الحكومات هو نمط قل كلمتك ومضي ونحن الذي نريده لا أن يكون هناك طاولة حوار حقيقية يجز كل فرقاء السياسيين جميعنا المشارب والألوان السياسية والتمثيل المجتمعي الحقيقي يجلس الناس لساعات طويلة في كل نقطة من هذه النقاط التي عرضناها ونحن عرضنا نقاط وعناوين رئيسية من عشر نقاط حتى يتحاور الناس وبدل أن يتبادل الناس للكلام السياسي عبر البيانات السياسية وفقط اتخاذ مواقف دون أن يكون هناك حلول نحن نريد أن نخرج من الأزمة نريد أن ندلف إلى مرحلة جديدة عنوانها أردن قوي أردن عزيز أردن قادر على مواجهة ضغطات الأردن بشعبه وقدراته كان قادر على تجاوز كثير من المخاطر التي أصابت الأردن في السابق في أزمة الخليج في أزمة الاقتصادية في نيسان 1989 كان قادر بحلول سياسية أهم ما تضمنته هذه المبادرة أهم ما تضمنته المبادرة الحقيقة الحديث كما قلت عن هذه طاولة الحوار تكلمت عن حكومة إجماع وطني من كفاءات سياسية لها وزن جماهيري وشعبي فحيث الحكومة لها صوتها مقبول لدى الشارع اثنين أن يكون هناك حوار حول تعديلات دستورية قانون انتخاب توافقي قوانين نظم للحريات العامة خطة اقتصادية حقيقية للخروج من الأزمة وحل مشكلة البطالة والفقر والأزمات الاقتصادية خطة لمواجهة الفساد ومكافحة معالجة هذا الأمر بوضوح وأشياء محددة زمنيا أما الحقيقة التسويف وتأجيل الملفات سيجعل من حلها مشكلة لأنه كلما ازدادت هذه الملفات تأخيرا في حلها سيعني تعقيد هذه المشكلات لا ولكن سيد مراد ما الجديد في هذه المبادرة إذا كنا نسمع هذه النقاط ربما والمضامين من الحكومة قبل ذلك الحكومة الحقيقة تتحدث في خطابها لكن ليس هناك تطبيق عملي على الأرض نحن نتمنى أن الحكومة وأنا قلت في وجه رئيس الحكومة في لقاء مع أمناء العمين أن نتمنى على الأقل أن نفذوا ما ورد في كلام الملك في الأوراق النقاشية نفذوها على الأرض ويعني الناس بس تكون بخير نحن نريد أن نرى خطوات عملية على الأرض وإذا كان هذا الأمر كان فيه فسحة من الوقت في السابق فاليوم ليس هناك فسحة هل حددتم جدول زمني لتطبيقها ربما؟ الحقيقة نحن سنبدأ فعليا مباشرة بعد إعلانها بإرسالها إلى كل الجهات الرسمية وابتداءا ثم سنبدأ باجتماعات مع أخواننا في الساحة السياسية سواء من الأحزاب السياسية أو النقابات أو الشخصيات الوطنية أو حتى الحراكات الشعبية نحن نريد أن يمضي بلدنا إلى خير نريد أن نرى الأردن قوي عزيز نريد أن نرى الأردن قادر على مجابهة التحديات التي هي اليوم تفرض نفسها علينا دون استثناء لا تستثني أحدا ولذلك اليوم هذا التحدي إلنا كحكومات كأحزاب كنقابات أن نلتقي ويكفي من الناس أن تبقى متخندقة كل يقول كلمته ويمضي ويعني الوطن لا سمح الله يعني يضعف في ظل هذه الظروف الصعبة كل ذلك يقودنا إلى سؤال بأنه ما الذي يعيق ربما عملية الإصلاح السياسي في الأردن الحقيقة هناك أدوات لإعاقة السياسية هناك قوى شد عكسي لا تريد إصلاح سياسي هناك قوى منتفعة من بقاء هذا الحال لأن الحقيقة بقاء هذا الحال من الهيمنة على القرار وطرقة القرار وتغييب الولاية الحقيقية للحكومة هذه القوى مستفيدة من هذا الواقع ولا شك أن هذه القوى السياسية مرتبطة أيضا بأدوات فساد أيضا منتفعة من بقاء الحال على ما هو ونحن نرى اليوم أن الوضع في الإقليم ملتهب ما نحلت أزمات الإقليم وكل يوم تتجدد واليوم إذا انتهينا من أربع خمس دول اليوم تفتحت في الجزائر وفتحت في السودان في كل يوم في تحولات اليوم شعوب المنطقة ما عادت تقبل بالحلول السابقة ما عادت تقبل بروايات الحكومات بطريقة تبريرها للأوضاع البئيسة التي تعيشها المنطقة العربية من هنا الشراكة السياسية شراك أكبر قدر ممكن من أبناء الوطن عبر اتخابات حقيقية وبرلمان حقيقي ثم تفضي هذا إلى حكومات برلمانية تعبر تعبير حقيقة عن الشعب مؤكد في الناس ستتحمل الإجراءات الاقتصادية ستتحمل الإجراءات الصعبة عندما ترى أن هناك حلول أن ترى هناك أفق وأمل ومستقبل عما إذا بقينا في هذا الأمر الشباب اليوم يفقد الأمل شبابنا يفقد الأمل يشعر باليأس يشعر بالقلوط ولذلك تعبيراته صارت صعبة لهم عندنا أقل مشكلة صغيرة مشكلة اختلاف شاب مع شرطي بتتحول إلى أزمة اجتماعية وثلاثة أربعة أيام نحن في عنجرة بنحل مشكلة تحدثتم عن مصطلح حكومة الإجماع الوطني خلال النقاط التي أطلقتمها في هذه المبادرة ماذا تعني هذه الحكومة حكومة الإجماع الوطني؟ دائما في الحقيقة لما يكون في تحولات سياسية وفي ظروف عاصيبة خارجية تحتاج أن يكون ليس فقط الوزير تكنقراط الوزير تكنقراط مطلوب في الظروف العادية يعرف تخصصه لكن تريد بعض الأحيان أن يكون متخصص ولكن له ظهير سياسي له ظهير شعبي له قبول شعبي في المجتمع عندما يتحدث موثوق الكلام عند الناس اليوم إذا بتلحظي كل ما طلعت الحكومة أو وزير بتصريح يعني يكون هناك ردود فعل من الشارع على الفيسبوك وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ترد على كل حرف وكلمة وحتى تفسر ما لا يفسر هذا الحقيقة عندما تأتي شخصيات سياسية موثوقة مرموقة مقبولة من الشارع ومن الجمهور الشارع يعني يستطيع أن يتفهم ما تنطق به تجاه الحلول ونشعر أنه نحن في وضع اقتصادي الحلول الاقتصادي فيه مرة على الشارع تحتاج إلى قوى سياسية تستطيع أن تقنع الشارع بهذه الحلول سيد مراد باختصار إذا سمحت لي إلى أي مدى لديكم تفاؤل بأن الحكومة ستقبل بهذه المبادرة الحقيقة أول حاجة مهمتنا أن نقول كلمتنا تجاه وطننا وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة لكن نحن نثق أيضا أن وطننا محتاج لنا ولما يكون وطننا محتاج لنا نحن نكون دائما متقدمين في الخندق المتقدم في الدفاع عنه ولهذا الحقيقة لأن الأردن غالي علينا لأن الأردن نشعر أنه يعني شيء عظيم بالنسبة لنا مثل عبادتنا مثل صلاتنا بالنسبة لنا ننظر إليه ونحتاج إلى أن نقول لكل واحد أنه اليوم ما عاد يمكن استمرار بالأدوات القديمة والأساليب السابقة أشكرك سيد مراد العضاء للأمين العام لجبهة العمل الإسلامي شكرا جزيلا لك شكرا لك